السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف سهيلا اليوم ان شاء الله نحضر لكم تحليا رائعة بدون تنجرة الضغط وبنسلتر الحليب فيها مكونات لي مفيدة بزاف وشوية شوية من الحاجة هنتم هتتبعوا معي المقادر وطريقة تحضير في نفس الوقت بدون جيلاتين ولا ناشا ولا كريمة سائلة ولا ولو شي حاجة صراحة كتعقدها وكما لاحظتم صراحة لانه ما كتاخدش وقت طويل والديدة وصحية مليون بالمئة هنتم هتتبعوا معي المقادر وطريقة تحضير ديالها جد بسيطة وسهلة هنتم هتلاحظوا معي القوام ديالها كاتيف وقبل ما غادين بدولة فيديو ديالنا غادين ذكركم بقناة غسة اميرا لصديقة ديالي صراحة عندها شي حليوات وشي ما شاء الله عليها بدوها غا تحضر لكم تحلية بالعاصر للبرتوقال فقط بكاس ديال العاصر وكنتمنى انكم تنضموا القناة ديالها ودوروها ليمالا وتخليوا لها لايك وتخليوا ليها واحد الكوماندر تقولوا ليها جهين معا ان تشاف سهيلة وان شاء الله غنخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف وبدو بالتحلية ديالنا اللوغة عندي هنا تقريبا واحد الكمية الصغيرة ملكة القرقاع وعندي شوية ديال اللوز هانتو ما كيمية صغيرة غيك كمشة كمشة من الحاجة غيش شوية عندي هنا الشريحة تقريبا عندي واحد ميسين جرام ديال الشريحة هكيت وعندي ثلاثة ديال التميراد اون سنترو ديال الحليب اول حاجة كنشد الشريحة كنغسلها مزيان 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 ومن بعد كنقنحي لانه راكم معرفين شريحة بعد الاختراض كتكون اه مهم اخسنا ننقيوها مزيان سوف يبعد من بعد غادي نجيب داك من السيطرود الحليب غادي نوضعوه على نار حتى يغللنا او حتى يفيد بحالي غادي نطيبوه الحليب عادي جدا عادي باش غادي نضيفو له هاد المكونات هادى الاخرى كما لحتو طريقة جيد سهلة واضحة ومفيدة بزف بزف يعني فقط خدو غي ثلاثة درهم من حاجة ثلاثة درهم دلوز وخمسة درهم دل الكرقع هتكفيكم وبالنسبة للشريحة هيا خدو تقريبا غي خمسة درهم ديال الشريحة وان شاء الله غادي تكفيكم وكاندف ثلاثة ديال التمرات باش نستغلع اه على السكر بلا ما نحتاجو نديروها البنات سوف نضيفو هاد المكونات كلها وغادي نخلي حتى يبرد عليها يعني هكا بشامنين غادي نطحنو في الميكسور ما لايستر ما يترتقش لنا وبزفت الحواجين يعني كنخليو حتى يبرد من مزيان سوف من بعد غادي نطحنو مني كنطحنو حلبنات وكي عقاد لنا وغادي نحصلو على واحد القوام اللي كيكون عاقد بزف وهانتو ما تلاحظو معي كيفاش كيكون غادي نطحنوها بطبيعة الحال جيدا باش من بعد غادي نضيفوها في الكووس انفوحنا يكن نطحنوه وكيختار لنا كيختار الى البنات ما بغاديش تحليكم كتحركوا بالملعقة شوية من تحت عاو ثاني كتكملوا الطحين دياله انتو ما تلاحظو معي هانتو ما غادي نقلب هادابو غادي نلقى باقي في هاشي حبيباتك يعني اغلاضين وغادي نحركها مزيان مزيان ملتحت بس متكنش دواحلة لنفتك الرؤوس صافي من بعد وغادي ننخلطها بات شكل هادا صافي ونعود عودين نطحنها طريقة جيد سهلة وواضحة وكيجي كيما كنت لكم الديد وصحي ومفيدة جدا الاطفال ديالكم وليما لاحتنتو ما يعني صراحة حاجة فيها المناعة وفيها بزفت الحويش صافي انتو ما كيما لاحتوم بعد مطحن تد المكوينة كلها بها الشكل هادا وبها الطريقة هدي غايعطيني يعني بحل شي عاصير هكا ولكن القوام ديالو كيكون تقيل بزف وهاكا حنا كي بغيناه وغادي نعطيكم واحد الفكرة واحدة اخرى اللي بغيتوها البنات ما تديروش هكا يعني كتحلية كتكون شوية قابطة فرصها غادي تجيبو يعني تديرو في هاد المقادر كلها غادي تديرو يترود الحليب بجيكم خفيفة وحلوحوا فيها تقريبا نصح بادي اللافوكا حفتي كي يجي غزيل بزف بزف بني وصراحة شي حاجة ليزوينا كنتمنى انكم تخليوا لي لايكو كومنتر و تقولوا لي وش عجبتكم التحلية وليما لا تقترحوا علي بعض التحليات اللي كتديروهم انتم ويستقوا معكم 100% ويجيو المدق دي لهم زوين وبطبيعة اللي كيكونوا اقتصاديين باش هكا نشاركوهم مع الاخوات يعني في المتناول الكل اللي نقدر انا وانتي وكل شيء يديرها ان شاء الله صافي من بعد هنتو ما تلاحظوا معايا غادي مدندر بهات الشكل هادا وانعمر الكؤوس دي لبات الشكل هادا خرجت لي خمسة دي الكيسان اللي كيكونوا متوسطين الحجم هنتو ما تلاحظوا معايا وكان بقى نخبط هكا بشوية باش كيهبط معايا وكيبقى يستويليا السطحة يعني كيتقادليا صافي هنتو ما كيما رحتوا طريقة جيد سهلة وواضحة جدا واجربوها جربوها جربوها كجي زوينة والديدة وديروا معاها البنات الزبيب لا بغيتوا تجيكم الحلاوة مع تادلة انا فقط كتفيت ثلاثة التمرات وراها مفيدين صافي من بعد غادي نجيب هنا سلوفان وغادي نغطيهم وغادي نخليوها تقريبا موحد لمدة ديال اربع ساعات فوق السطح العمل بعد الشكل هادا مغطيين بالفوطة وغادي نخليهم حتى كيتماسكوا مع بعضياتهم عاد باش كنا ندخلوهم التلاجاء كي يبردوننا تماما انا هاد العملية هادي كنديرا درتها بالليل وصافي خليتهم مربعة سوائع من بعد درتهم حيت لهذاك الفوطة ورضيتهم في تلاجة حتى كي يبردون مزيان مزيان كي ما قلت لكم البنات كي يبردون مزيان مزيان صافي من بعد هانتوما كي ملاحطوا نتيجة واضحة امامكم والطريقة سهلة وكي ملاحطوا ما كي هبطوش وما كي نزلش لي هايين وخطبة ابقت ما هكك ما كي هبطش لي هايين وكتاكلها بالملعقة وكي يجينا المدق ديالو كرامة والديد بزاف 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 بلين غيجربوه وردو علي الخبار صافي انتوما كي ملاحطوا طريقة كي ما قلت لكم سهلة من بعد غادي نزينهم شديد اللوز اللي كانت بقى ليه واحد الكيمياء الصغيرة من اللوز ومن بعد غادي نهرمشها بواحد الشكل اللي غادي يكون رقيق وصافي غادي نزينها انتوما كي ملاحطوا زبين زبين بزاف اللي بنا تعطيوها غا تعشقوه صراحة رائع رائع جدا جدا انتوما يعني نتيجة امامكم كي ما كتلاحضوها وبالنسبة لتزينة اللي بنات كي بقى على حسب الرغبة ديال كل وحده فينا وشنو كتفضله ممكن تخليوا غير هكاك ممكن تزينوها بالحبات من القرقع من الفوق او ممكن تديرو لها شوية دلوز هكا اللي حمرتو شوية سهدتو ودرتو من الفوق بهذا الشكل هذا مهمتوما تكسعه على حسب كل واحد تقديم ديالو على حسب كل واحد ممكن تديروهم ذليفات ممكن تديروهم فكوس ممكن تديروهم كتحلية كبيرة لكم الاختيار تكسع انتوما اللي كتختارو صافي من بعد هنتوما كي ملاحطوا وغادي ندير خطوط من الشوكولادانت من الفوق وهكا يعني نقدرنا التحلية ديالنا زينناها وكنا نقدموها للعائلة ديالنا بالصحة والراخة كي ما قلت لكم مفيدة بزاف وكي ما قلت لكم ممكن تشاركوا معنا تحلية ديالكم اللي كتديروها وكتجيكم سهلة واقتصادية فعلا باش هكا نقدرنا ديالوحدة ملكومانتاخ ونجربها ونقول معاكم يعني وندكر الاسم ديالها عبر القناة هكا وكتكون مشكورة مشكورة الى كانت الوصفة بنينة ونجحة مليون في المئة هنتوما مضاقها يا سلام وان شاء الله غادي نوريكم بالملعقة يعني القوام ديالها كيكون كريمي ولا اربع هنتوما هدي غادي نخليها هكا وغادي ناكله من هديك تحر شي حاجة صراحة تزوينا وبنينا بنينا بزف انتوما المادة قدية لها لا يقاوم وشكرا بزف على المتابعة والى اللقاء الى الفيديو الجيد ان شاء الله ما وصفش ترجمة نانسي قنقر